رب إن شاء الله. حنا في منتخب نجاريا منتخب قوي ولا إيه؟ منتخب نجاريا كابتن على مستوى الأسماء هو منتخب تسمع الأسماء اللي موجودة يا ناتشو أحمد موسى اسمها قوية جدا موجودة في منتخب نجاريا طول قوي ولكن من التصفيات كس الأمم والتصفيات كس العالم اللي ظهر عليها الأداء منتخب نجاريا هو هجوميا معقول جدا متخاف منه ولكن دفعيا عنده مشاكل كبير دفعيا عنده مشاكل كبيرة في ماتش سيريليون كان كذبان 4-0-1 دقيقة 70 يتعادل 4-4 في 30 دقيقة عنده مشاكل كبيرة جدا خلف الباكات مساحات كبيرة جدا خلف الباكات بتاعته بالأضافة أن المساحة اللي بين السنتر باك والباك دي مشكلة فعلا يعني معانا بعض الحالات مش عارف نقدر نغرب منهم حاجة ولا لأ لو جاهزين عارضهم يا شباب لو سمحتم يعني في ماتش سيريليون مساحة خلف الباكات بيقدر يستغلها فريق سيريليون بشكل جيد برضو في ماتش جزر الأمر نفس الكلام فعندهم مشاكل دفاعية نقدر نستغلها بالأضافة الجزئية تانية وهي أنهما فريق على مستوى المنظومة دفعية يعني ده مثلا في ماتش سيريليون مساحة الخلف الباك اليمين دي كابتن افتكارها بكرة هكون فيها مشكلة لو مرموش ركز فيها هيقدر يصنع مشكلة كبيرة منها المنتخب نجاريا تمام دي تسببت فيها الجون التالت للمنتخب سيريليون وفيه برضو حالة تانية من نفس المكان تقريبا الهدف الأول برضو دي هاي برضو دي الهدف الأول نفس المساحة الباك اليمين بيتأخر بيرتد ببطء جدا وما بلعاوه تلاتة خمسة اتنين بيرتد ببطء جدا فبيكون فيه ورام ساحة كبيرة نقدر نستغل دي المساحة اللي ما بين السنتر باك والباك اللي الجزئية اللي ما بين السنتر دي مهمة قوي برضو دي عندهم فيها مشكلة كبيرة فهو منتخب على في المنظومة الدفعية بتاعته عنده مشاكل نقدر نستغلها محمد صلاح كون انه يخش في العنق كتير من الحتة دي برضو نفس المساحة اللي هي بين السنتر باك والباك استغلها برضو منتخب سريليون وسجل من الهدف التالت فهو منتخب عنده مشكلة انا متفائل متفائل جدا بمنتخب مصر عندنا اسماء قوية تقدر تسبب مشاكل لمنتخب نجريا وبشكل عام في البطولة سواء محمد صلاح او مصطفى او مرموش او كل العناصر معانا بدايل حتى قوية جدا يعني بديل مرموش مثلا تريس جي بديل مصطفى محمد شريف احسن مهاجم في مصر في نص الملعب معانا عمر السلية ربنا رجعه بالسلام معانا بدايل كتير قوي فمنتخب مصر السكوات بتاعه بشكل عام يقدر يسبب مشاكل لمنتخب نجريا وبشكل عام هيظهر بشكل جيد ان شاء الله بإذن الله ايش عام من قطة الضعف اللي موجودة في المنتخب النجري هو النقطة الدفاعية اكتر يعني انت متفق مع الحنف طبعا لانه هو خصوصا يعني برضو فيه النقاط الدفاع ممكن يعتبرها انه هو غياب لعبة مهمة جدا بسبب الاصابة او حتى بسبب منع الاندية بتاعتهم يعني زي عمدنا مثلا فيكتور اوسمان من نابولي اللي هو مصاب بسبب يعني هو كان عنده اصابة في تركوة وبعد كده بقت كورونا فخلاص مش قادر يجي خالص وبرضو لعب الشاب السعودي اودين ايجالو برضو الفريق رفض بسبب بس دي نقطة فانية شوية يعني هو في النقطة بالنسبة ل المنتخب يعني نيجيريا المفورد ان drought ينجي غلقنا نفسه اعتراضا على عرف بسبب لعب فيه نقطة ادارية يعني هو يقب without him このknaps قبل اخمشر يوم البطولة فهو بعت Ter Real cara فهم يحتاجون بكذا فهم يستطيعون معه لكن مصلحة بالنسبة لنا هم الشاب السعودية مشكورين بالنسبة لنا يعني الاثنين المهاجمين ليس موجودين الاثنين اللي احتواطين إناتشو وليس سر سيتي وأحمد موسى اللي هو حقا عامة جائبة الموجودة ليون بلجون يعني برضو لعب مدافع موجود رقم 6 موجود هو السلاسي الأساسي ده اللي وراء سابت دائما في الكل ماتشاتهم الأخيرة ورغم كده طبعا الرجل ده برضو مصاب ومستبع من التشكيلة وبالتالي احنا قدام عندنا نقطة الضعف الأساسية بإساب غيباتهم يهم طبعا ما شاء الله منتخب أصلا من أقوى منتخباته أصلا برضو هنا في نقطة أنه هو المنتخب ده من التصنيف الأول يعني ده رقم 5 حاليا في إفريقيا بالتالي هو تصنيف أول وبالتالي ممكن تتكرر من واجهة وهنا برضو نقول مفارقة إن شاء الله تبقى كويسة يعني إن احنا الفوز بكرة هديني أفضلية حتى ولو معنوية أكيد يعني التحديات مختلفة لكن إن أنت تكسب نيجيريا في أفريقيا ولو تكرر المواجهة وقصلا يا ريت وقصلا شايفين أنت منتخب نيجيريا يعني أكيد هيكون يعني أخف علينا شوية يعني منتخب زي السنغال ولا المغرب ولا الجزائر فمنتخب نيجيريا بالنسبة لنا دلوقتي أنه هو أنت تكسبه هيبقى زي الفكرة بالضبط أنت تكسب غانا في أمم 2017 بعد ما كسبناها في التصفيات في 2016 نوفمبر 2016 كسبناها في أفريقيا وفي الآخر تأهلنا على حساب هركاس العالم 2018 وبالتالي هنا أنا أرى أنه الذي يكسب الفريق حتى لو فيه غيابات أو كده ما زال برضه هو فيه فريق متكامل الفريق ده أنت تكسبه ستكرر تكسبه حتى في التصفيات فأنا أتمنى أن هذا يحصل إن شاء الله ما بين أمم أفريقيا والتصفيات كاس العالم إن شاء الله وسط ملعب نيجيريا وسط ملعب نيجيريا موت الكوة كبيرة جدا عندهم عندهم وفر نديدي عندهم أكتر من اسم في وسط الملعب قادرين يخلقوا حلول وقادرين يكونوا مسيطرين لذلك اللي مستني بكرة منتخب مصري يلعب تيكي تاكا وبلد أب ويحاول أنه يبني هاجمة ويلعب هاي بلوك ده مش هيحصل كيروش أنا متأكد أنه هو باصم على العشرة أنا دي متأكد منها وللعلم دي ببعض الأحيان بتكون مفيدة لمنتخب مصري ويكون مفيدة للفريق لو التولز اللي تحت إيديك مش في مصلحة البلد أب والهاي بلوك إحنا ما عندناش مدافع بيطلع بيعرف يطلع بكرة من تحت يبزيها نبني كور دي نقطة مهمة جدا نقطة فيصلية في موضوع البلد أب فبكرة أنا مش مستني مش مستني بكرة منتخب يلعب تيكي تاكا أنا مستني متأكد بكرة أو متوقع بالنسبة كبيرة نيكروش ميديم بلوك وهنلعب كونتر اتاكا وأعتقد طول البطولة هيكون ده شكلنا بس هو في نقطة هنا إنه إحنا تلعب إنتا ما سواء من نص ملعب أو تلعب في أي إن كان في الآخر إنتا لازم يكون المستحوذ أنا رأي أن إحنا خصوصا هذا المنتخب نيجيريا هو بيتوفي الاستحواذ إن إنتا ما بتكون إنتا مسكوا الكورة ما عندهمش هم حتة الوعي التكتيب خصوصا أصلا أنه هو المدير الفني بتاعهم دلوقتي بعدما كان عندهم مدير الفني استمر معهم لهم الألماني استمر معهم لمدة خمس سنين فجاء هم برضو التخبط اللي عندهم ده في نيجيريا يعني أفدنا بصراحة المشكورين بصراحة فعندهم شالوا المدير الفني قبل شهر هم بطولة فجاءوا مدير الفني وطني مؤقت كده يعني وحتى قبل بسيره يعني بسيره أصلا هيبع بطولة يعني هيجي بعد الضغط مستشار فني حتى التخبط ده مفيد بالنسبان إن أنت المدير الفني ده مش هيلحق يطبق ولا لعب مباراة ودية ولا أي حاجة بعيدنا طبعا مباراة الكونتن الكاميرو إنه مش مباراة يعني نتكلم عن مباراة دولية مع المدخب ما فيش أي كلام من ده بالتالي أصلا معنديش فكر مدرب إحنا هنا بيعتمد على اللعيبة أفكار اللعيبة دي أو يعني ما فيش أفكار مش هنسمي أفكار هنسمي خبرات اللعيبة إن اللعيبة دي طبعا بتلعب مرشات وديها أو دولية كتير جدا طبعا لعبة دولية كبيرة أصلا فاللعيبة دي هي بقى اللحن نلعبها إحنا هنا ما فيش بقى جمل فنية عبقرية ده تصوري بالتالي إحنا لازم نكون مستحوذين وهم عندهم أصلا اللواء ممكن نسموها سيولة دفاعية إنه ما هواش عارف هيدافع إزاي إنه ما فيش أصلا مدرب يعني ده ما احترام اللي مدربين الوطنيين من ناجيريا لكنه ما هواش مدرب يعني عبقاري فإذا إحنا عندنا فرصة كبيرة جدا إحنا نمسك المباراة ونستحوذ ما نبقاش حدما رد الفعل يعني أصول رد الفعل ده قد كرهته مع المنتخب هو ده حطة العاطفية لو إحنا بقينا الفعل خصوان مع فرق أنت عندك تقدر تمسك كورة دوت أسماء المنتخب مصر حالين لأن تقدر تمسك كورة حتى لو إحنا هم الفرقة الثانية عندها طبعا كزا العام من الدور الإنجليزي والدور الأسباني وحتى في البرهات التانية كمانا لا يوجد أصلا لعب المحلي يعني لكن في الآخر ما هو أنت يعني المحليين دول هم اللي جابون ده السلوسية التاريخية فإحنا مش عايزين نقلل منفكرة برضو عقدة خواجة عقدة المحترفين بلاش عقدة نحن عندنا محترفين كتير يبقى كده قال العكس المحترفين أو المحليين بيكون في بنهم استيجام أكتر ومعرفين بعض أكتر فأنتمان ده نشوف إن شاء الله بكرا إن شاء الله جزائر وسيرليون مباراة برضو مهمة الكل ينظر لها ينتظر ينتظر المنتخب الجزائري وكيف سيظهر المنتخب الجزائري في أول مباراة يا حرفين المنتخب الجزائري عنده أسماء قوية جدا يمكن هو أقوى منتخب عنده حلول في البطولة منتخب عنده أسماء قوية جدا وعنده حلول كتيرة عنده فريقين منتخب الجزائري الذي ظهر في كاس العرب هو فريق ثاني بالزبط هو مش موجود منه غير ثلاثة أو أرباء ثلاثة في كاس الأمم من كاس العرب اللي هو في البلايلي وبغداب ونجاح وياسين إبراهيمي مش موجودين غير الثلاثة دول فهو منتخب الجزائري منتخب كوي جدا على مستوى الأسماء هو أقوى منتخب موجود في البطولة على مستوى الحلول هو أكتر منتخب عنده حلول في البطولة منتخب محمد صراح مكذبش لما قال أننا مش المرشح ماشي هو المرشح باش هو ما يقول أنا أقول مع احترام هذه الفكرة أنه الجمهور يقول حاجة أنه منتخب مصر إيمية مصر أنه أنت تقول حاجة الصحافة والجمهور نحن عارفين أنه منتخب الجزائر منتخب السنغال منتخب الكاملون باعتباره هو المضيف البطولة وبعدين منتخب مصر بمنتخب الأمان مع أن منتخب الكاملون لا يخافش خالص بعكس لما رأيته بصراحة قلت لأ هذا موشة خير لكن لازال برضه عشان المستضيف ونحن فهمين طبعا المستضيف يحصل معه بالتالي ممكن يكون له أفضل لكن نحن مازلنا مرشحين نحن لازم نكون رياحين أن البطولة وهو أصل محمد صلاح نفسه برضه زي ما كان في أحد المشاركين على الهاشتاج معنا النهاردة بيقول أن صلاح نفسه مهم جدا من لسبب البطولة لو أخذ البطولة إن شاء الله سيكون مرشح فوق العدن واخذ بالوندور طبعا إن شاء الله طبعا ومعزابيس طبعا هو مرشح لها دولة الثالث لكن إن شاء الله السنة بقى اللي هو 2022 ياخد بالوندور بسبب البطولة دي فتمنى محمد صلاح أنه يدخل بالحافز وبالكفاءة أنا فهم طبعا أنه العناصر اللي معها في ليفربول والضغط اللي عليه حالك برضو بتتكلم فكرة اللي فاتت أنه الضغط اللي عليه في ليفربول وكل مثلا خمس مفاتيح لعبة فبيشاركوا كلهم بيتحملوا لعب الضغط ده لكن في منتخب مصر هو الضغط عليه 100% فأكيد ده عمل مهم جدا بس برضو صلاح عن دكتر من كده صلاح في بعض الكورات من آخر كده بيخاف علي جلو فتمنى أنه يلعب بكل 100% من عنده وقتها سيسجل ومن محمد يقول هل مستوى الفئر الأخرى يجعلنا نطمع في البطولة أنا شايف أن منتخب مصر لازالت مصر أنه بالنسبة لأنا مرشح قوي جدا للبطولة أنا مش مع فكرة المرشح الأول والتاني الجزائر خدت كاسة العرب بتفصيل صغيرة أو في مغرب كم مغرب تكسب مغرب عادي سهلا بس ما فيش فكرة مرشح والمنتخب عنده سكواد يقدر ينافس به لمراحل بعيدة لو شوية تفاصيل خدماتك مع أن أنت كنت في الفورما بتاعتك مع أن 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 تحاول تستفيد من التفاصيل الزغيرة هذا يجب تعمل شيء كبير و تقل بطولة نور تقول ما قلناش بلد أب ولا هاي بلوك حنب لازم استحواز ونستغل مهارات الفردية العالية لملكها وننزل بروح الفوز بالضبط الاستحواز بجد لا لن نعب تيكي تاكا واللعب نقسم عليهم يعني ما يعني ننفكي الاستحواز تماما يعني محمد يقول خطة المناسبة لمواجهة منتخب نيجيري لا 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 تشكيل تقريبا هو بس الاختلاف ما بين مكرا السولية بس الأهلاوي حسب يقول لازم يلعبوا برجول عشان نظهر العين الحمراء من أولها مش عايزين دلع بصراحة الواحد بكرة بينتظر انها تكون مباراة مفهاش دلع بالضبط مباراة نقدر نكسبها ان شاء الله ان شاء الله نقدر نكسبها بأريحية هي تدينا معنويات كبيرة جدا لقدام في كل حاجة في المطولة دي وفيما هو قادم لو ربنا في القرعة نعم نعم دينا دفعة كبيرة جدا دينا دفعة كبيرة جدا فيما هو قادم خلينا نرجع نسق زي ما الناس كلها بتقول المنتخب المصري عنده سقوات قوي قوي باستثناء طريق حمد وأفشة الاتنين دول اعتقد لكن بقية لا يوجد خلافة على القيمة باستثناء هو قوي وطرق حامل يمكن هما الاسمين دول يتواجد في القيمة يعني على الال يتواجد بالقيمة بالزبط لكن باستثناء القيمة لو مسكتها اسم ستحسن لا يستحيش كون موجود فلا منتخب مصري معاسك هو قوي بإذن الله يستطيع عمله حاجة كبيرة متوقع بطولة أنا شخصية متوقع أنا متوقع لبطولة كبيرة إن شاء الله خليك فكر كابتن المساحة الخلف بكات منتخب نجاريا لو كسبنا بكرة ستكون من خلالها لكي نفتكر الموضوع ده مع بعض كويس جدا نحن نسجل المساحة مهمة جدا ومشكلة كبيرة في منتخب نجاريا كل الأهداف التي تلقاها في تصفيات كاس أمم وعالم كانت من خلال المساحة فالمساحة بإذن الله أنا أخذ عبدالله السعيد كأساسي دي أستيب مثلا سيد زيزو كباديلي أنا شايف زيزو وشايف زيزو لأنه دفاعيا قوي سيساعد أكرم توفيق لأن صلاح لا يقوم بدور دفاعي قوي سيكون دور زيزو قوي جدا دفاعي أكرم بالإضافة أن زيزو يعرف أنه يفتح على الناحية اليمين سنستفق جدا من الكواليتي العرضيات في وجود مصطفى محمد اللي هو هيدرز مميز جدا والإثنين نقوم مع بعض في الزمالك وبالتالي ودي كانت نقطة القوة الزمالك في بعض الأوقات الأوفر بتاع زيزو لمصطفى محمد فهيقدر نسيب منها بالذات المصالح بيسحب نفسه ويخش السندوق فهيقدر زيزو يفتح يوسع الملعب شوية ويأتي على الأطراف دي ماذا يتزيزو في نص الملعب أنا مش ضد زيزو بالعكس عايز أصلا يلعب وعايز في الآخر اللي يكون موجود في نص الملعب هذا أصلا أعلمي بحقيقي يعني أنا عايز أشوف الفعالية الهجومية الدور الهجومي طبعا الدور الدفاعي كل احترام لي وأكيد مهم بس في الآخر نحن نشوف نيني مثلا دور دفاعي الحمد فاتح دور دفاعي بشكل أكبر طبعا أكيد الحمد فاتح أكتر نيني الباس أمام أكتر لكن زيزو مفترض أنه رقم عشر كلاسيكي نحن عندنا أكيد هي أربعة أو ثلاثة لم يفترض خط رقم عشر أساسي بس أنت عندك محتاج الدور الدور اللي هو التاكيج متفلدر دي أهم جدا راهان أكرم بكرة كبيرة أكرم عليه بكرة سيمون دابك شمال قوي جدا سريع هجوميا شرس ف راهان أكرم هو بس هي في التشكيل مقلوب والمفروض أكرم ما كان في التوح بالزبط كده ولكن راهان أكرم بكرة كبير أكرم بكرة قدامه صلاح وفكرة أنك قدامك صلاح فأنت قدامك نجمي الفريق اللي أدواره الدفاعية مش كبيرة نعم فممكن في بعض الأوقات يحصل عليه أوفرلود فمطلوب أن أكرم يكون مركز أنا واسط جدا في أكرم توفيق وعند سكة تمة في الحتة الدفاعية بتاع أكرم لذلك خط الوسط مهم أنه يبص على أكرم توفيق داي علشان كده وجود زيزو مهم أنه محتاج دايما مسامدات من خط الوسط لأنه صلاح ما بيدافعش كتير والحتة الشمال عندنا جيريا اللي هو سيمون الباكي الشمال بتاعهم دوت في 3-5-2 ده نفاسة شرس ما بيزهقش على طول بتلعيف الشق الهجومي على طول فوجود أكرم بكرة مركز دي مهمة تدعمات خط الوسط الأكرم توفيق بكرة مهمة أننا بكرة خطوطنا تكون متقربة دي نقطة مهمة جدا برضو بالإضافة أننا رأيي أننا لو لعبنا على الكونتر أتاك على الأطراف هنسبب خطورة كبيرة جدا للمنتخب نجاري